اشتركوا في القناة الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم الكتاب الخاتم نزله الله عز وجل على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا هذا الكتاب العظيم القرآن جعله الله عز وجل هدى وجعله الله عز وجل روح ونور وتبيان وفرقان وجعله ذكرى هذا الكتاب العظيم القرآن أنزله الله عز وجل للإنسان ولذلك قضية هذا الكتاب هو هذا الإنسان والإنسان مقصود رسالات السماء فهو المخلوق المكرم الذي كرمه الله ومن تكريم الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى اصطفى فئة من الناس واختارهم وجعلهم أنبياء ورسل أوحى إليهم وحيه وأنزل عليهم كتبه ليبلغ الناس بدين رب الناس وليدعو الناس إلى إله الناس ولتكون ثمرة دعوتهم عبادة الناس لرب الناس وهذا هو الدين عند الله الإسلام لذلك هو دين الأنبياء جميعا الإسلام دين الأنبياء وأتباع الأنبياء الإسلام وهذا ما نجده مكتوبا مدونا في هذا الكتاب العظيم وفي آياته التي تتلى فنجده في الأنبياء تترى الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ونجده أيضا في أتباع الأنبياء ومن ذلك ومن ذلك ومن ذلك عندما نقرأ كصة رسول الله نوح ونجد قول الله عز وجل في سورة يونس واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فهذا نوح يقول عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين وقال الله عز وجل عن خليله إبراهيم الذي جعله الله عز وجل للناس إماما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذن هذا خليل الله إبراهيم وذريته من بعده يعقوب وهو كذلك يوصي أولاده بأن يكونوا مسلمين وأيضا يخبر الله عز وجل عن الصديق يوسف عليه السلام فيقول الله عز وجل مخبرا عن قولي يوسف الصديق رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأيضا يخبر الله عز وجل عن كليمه موسى عليه السلام الرسول العظيم من أولي العزم من الرسل فيذكر الله عز وجل قوله فيقول سبحانه يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وأيضا نجد في كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أنبياء بني إسرائيل بمجموعهم فيقول سبحانه وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ويقول الله عز وجل عن المسيح عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فإذن هذه الآيات من كتاب الله عز وجل تعطينا وتدلنا على هذه الحقيقة القرآنية أن دين الأنبياء واحد وأنه هو الإسلام وأنه هو الإسلام وأن الله عز وجل ارتضى هذا الدين لنفسه وهو دين الإسلام وأن الله عز وجل بعث به الأولين والآخرين من الرسل جميعا وأن الله عز وجل لا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه إذن أمام حقيقة هذه الحقيقة العظمى القرآنية ونحن نستعرض قصة نصارى نجران وقد وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الآيات المباركات في صدر سورة آل عمران تحدثنا عن ذاك الحدث وتخبرنا عن تلك المواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد نصارى نجران وما زلنا مع تلك الآيات المباركات التي تحدثنا عن ذاك الحدث وعن ذلك اللقاء وعن ذلك الوفد الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتقدمهم سيدهم العاقب وكذلك عالمهم ووجيههم في فئام من نصارى نجران وفدوا إلى المدينة وكان ذاك اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن المجيء رغبة في الإسلام ولكنه اطلاع وبحث عن مخرج مع هذا الرجل الذي بلغهم أنه يقول أنه نبي آخر الزمان فكانت تلك الآيات المباركات والتي رأينا كيف أن هذا القرآن العظيم يأتي بالحق ويقول الحق ويبين الحق ويجليه للناس وأن في ذلك البيان إنهاء لظلمة الجهل وإغلاق لباب الشبهات وتثبيت للقلوب وتطمين للنفوس وإدراك للحقائق وبيان لمن شئ الأخطاء ومردها إلى أسبابها فنجد القرآن تتجلى آياته لتبين لنا منة أكرم الأكرمين ووفاءه بوعده فأنزل الهدى للناس فإما يأتينكم مني هدى فنجد الآيات قد بيّنت الهدى وأظهرت الحق وأيّدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل والبرهان وأخبرته عن غيب مضى وحدث قد انتهى فتخبره آيات القرآن وكأن الناس ينظرون إلى تلك الأحداث بأم أعينهم تجلي تلك الحقائق القرآن العظيم يخاطب هؤلاء الذين ظلوا ردحاً من الزمن على ذاك الانحراف والضلال فيأتي القرآن ليخاطبون بكلام الله عز وجل الحق وفي ثناياه وفي ثنايا الآيات تلك الكلمات التي تدل على رحمة الله عز وجل وعلى أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده للهدى والحق ويجد الإنسان هذه المعاني ظاهرة كما مر معنا ويعطاء الفرصة وإقامة الحجج بعد الحجج والدعوة بعد الدعوة والترغيب بعد الترغيب ثم ترهيب وكل ذلك علّى النفوس تعود إلى الله فالله عز وجل يحب من عباده أن يعودوا إلى الحق وأن يعودوا إليه وأن يكونوا من أهل الجنة وأن يبتعدوا عن سخطه وعذابه والنار هذه المعاني حقيقة هي التي تتجلى ونحن نقف مع هذه الآيات المباركات التي تحدثنا عن ذاك الحوار والجدال الذي كان بين رسول الأمة عليه الصلاة والسلام وبين وفد نصارى نجران ثم ما أثمر بعد ذلك وما أنتج أولاً في مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبلغ عن ربه القائل بوحي الله الخاضع له الذي لا يفارق هذا الوحي عليه الصلاة والسلام فهو مبلغ عن ربه تتجلى فيه مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام القائم بأمر البلاغ غير المتواني فيه الباذل كل جهده كل جهده في إيصال هذا الأمر للناس تتجلى مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على أصحابه أن تطمئن قلوبهم وأن تثبت على الإيمان وأن يروا رسولهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام كيف يدافع عن دين الله وكيف يدعو الناس إلى دين الله وكيف يحاور وكيف يجادل وجداله بالحق لا يخرجه أبداً عن أدب الجدال والحوار ولذلك أمور كم كان لها من تأثير على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذاك الثبات وعدم التزعزع للشبهات التي يلقيها من انحرفت قلوبهم فكيف كان ذاك الثبات منه صلى الله عليه وسلم والذي أثر على ثبات أصحابه ثم كيف ذاك الحوار الذي نقل هؤلاء الناس من مرحلة ورتبة إلى أن وصلوا إلى مرحلة ما وسعهم وإن كانوا هم ليسوا راغبين للدخول في الإسلام لكن ما وسعهم إلا أنهم يقبلوا بالجزية التي فرضها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم أيقنوا من داخل أنفسهم حينما دعوا كما سيأتينا إلى المباهلة ويدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة استجابة لأمر ربه أن يجمع هو نفسه وأهل بيته وأهله وهم يأتون أيضا بأنفسهم وأهليهم وأن تكون المباهلة بأن لعنة الله على الكاذبين إن كان الذين قالوا أن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو الله وكان قولهم كذبا فعليهم لعنة الله أو إن كان من قال أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسول الله وروح القدس وكلمته ألقاها على مريم وروح من من قال ذلك وأنه كاذب في ذلك فعليه لعنة الله فيدعوهم إلى المباهلة فهل استجابوا بل رفضوا ولم يقبلوا وقبلوا أن يدفعوا الجزية ولا تكن منهم تلك المباهلة وأي شيء يدل على وجود الخلل فيما هم عليه عندما لم يقبلوا ذلك إذن هنا وفي هذه الآيات المباركات والتي سبقها ما وقفنا معه بدرسنا الماضي وهو قول الله عز وجل حين يخبر عن موقف بني إسرائيل حين بعث عيسى عليه السلام إليهم وحين دعاهم إلى الحق وكيف أنهم انقسموا إلى قسمين فيخبر الله عن ذلك ثم يخبر بعد إخباره عن انقسام بني إسرائيل أمام دعوة المسيح عيسى عليه السلام إلى قسمين يخبر عن ما سيلقون عند الله عز وجل أي كل قسم من هذين القسمين فقال الله عز وجل فأما الذين كفروا بعيسى عليه السلام وبرسالته وبما أنزل الله عز وجل معه من الكتاب وهو الإنجيل فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فكان الإخبار بكل وضوح كما هو الشأن في طريقة القرآن مع أمم الأنبياء ومن بعث فيهم الأنبياء وموقف الناس من رسالات الرسل والأنبياء وأن الناس ينقسمون إلى قسمين إلى مؤمن مصدق متبع برسل الله وقسم كافر جاحد لما جاءت به الرسل فلذلك نجد هذا الإخبار يتكرر مع جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عز وجل وذكرهم في كتابه وبعد أن يخبر الله وبعد أن يخبر الله عز وجل وبعد أن يخبر الله عز وجل عن هذا الأمر بالنسبة لعيسى عليه السلام فيقول الله عز وجل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك ما سبق ذكره مما كان من خبر زكريا عليه السلام وخبر زوجة عمران وكصة مريم عليه السلام ثم ولادة المسيح عيسى عليه السلام ابن مريم ثم موكف بني إسرائيل من مريم الصديقة عليه السلام ثم موكف بني إسرائيل من رسول الله عيسى عليه السلام فيقول الله عز وجل ذلك أي كل ما سبق ذكره نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم نخبرك به نخبرك به نتلوه عليك نخبرك به بتلاوة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ونجد أنه جعل تلاوة المأمور تلاوة الآمر ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الآيات هل المقصود آيات القرآن أو المقصود تلك العبر والحجج والمعجزات ذلك نتلوه عليك من الآيات فمن العلماء من قال المقصود بالآيات آيات القرآن حيث ذكر الله عز وجل تلك الأحداث ومن العلماء من قال المقصود ذلك نتلوه عليك من الآيات أي بمعنى العبر والحجج التي تضمنتها آيات القرآن وهي حجج على من حاجك من وفد نصارى نجران بمعنى ذلك نتلوه عليك من الآيات من الحجج والبراهين والعبر التي ستلقيها على من حاجك من نصارى نجران من نصارى نجران وأنك جئتهم بالحق الذي يدمغ ما عندهم من باطل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الذكر هو القرآن والذكر اسم من أسماء القرآن وهذا الاسم يعطينا دلالة على وظيفة هذا الكتاب كما أن الكتاب رسالته الهدى فإن الكتاب وظيفته التذكير الذكر فالكتاب ذكر والكتاب ذكر والكتاب يذكر بالقضايا الكبرى يذكر الإنسان بتاريخه الأول يذكره بالعهد الذي أخذ عليه تذكير يذكره بالخلق الأول لآدم عليه السلام والبداية التي كانت فيها قصة وجود هذا الإنسان يذكره بسير الأمم السابقة وموقفهم وما حصل بهم يذكره بمستقبله وإلى أين يسير فالكتاب ذكر والكتاب ذكر ووظيفته التذكير فالله عز وجل يقول ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فإذن الذكر أعطانا هذه الدلالة فالقرآن إذن يذكر بتلك المواطن لنبي الله عيسى والحكيم أيضا اشتق للقرآن هذا الوصف من اسم منزله فالذي أنزل القرآن هو الحكيم جل جلاله والحكيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فالذكر الحكيم أي الكتاب ذو الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل الكتاب ذو الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل وأن وأن مثال هذا الفصل بين الحق والباطل ما سبق ذكره فيما تعلق بالمسيح عيسى عليه السلام فالباطل فالباطل الحق وفصل وعند وعند عن حاتم بميزان فوجدت فوجدت فيه أنه ليس من ضربني عدوي وليس من شتمني عدوي ولكن وجدت فيه أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن يخرجني منها إلى سخط الله وإلى معصية الله قال وذاك عدو الله إبليس فاتخذته عدو عدو الذي يريد أن ينقلني من طاعة إلى معصية وأن يخرجني من عبادة الله الواحد الأحد إلى الشرك أو عبادة غيره ذاك هو عدوي الذي ينبغي أن أتخذه عدو فإذن الذكر الحكيم فالحكيم إذن ذو الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل وفي هذا الأمر حقيقة يستشعر الإنسان منة الله تعالى أولا على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته صلى الله عليه وسلم حيث أنزل هذا الذكر الحكيم المحكم المتقن المفصل والذي فيه تفصيل الأحكام وفيه خبر الأنبياء السابقين فيحصل فيحصل بكل ذلك من العلم والعبرة ويحصل تثبيت الفؤاد وتطمين النفس ويحصل ما هو أعظم من ذلك كله وهو أن يتجه الإنسان إلى عبادة رب العباد جل جلاله وأن يفرده بالعبادة بعد أن امتلأ قلبه علماً به جل جلاله وحباً له سبحانه ورضاً بطاعته ورضاً بأمره وقضائه وقدره فعندما يعيش الإنسان ويكون للقرآن هذا الأثر فعندها والله يدرك الإنسان أن هذه المنة العظيمة تستحق الشكر الجزيل لمن أنزل هذا القرآن فلذلك في تأمل هذا الأمر والله عز وجل يقول لرسوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إذن ففي هذا ذكر وفي هذا فصل بين الحق والباطل وأن المؤمن هو من انتفع بذلك ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ثم يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كلام حق كلام حق كلام حق إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بيان بيان الحقيقة في مقابل الباطل من قال أن عيسى هو الله ومن قال أن عيسى هو ابن الله وأنه جمع بين اللاهوت والناسوت فاللهوت نسبة إلى الله والناسوت نسبة إلى الإنسان هذا القول الباطل وأنه كونه كلمة كلمة الله وكلمة من الله ظنوا أنه حل فيه ذلك وأنه صار فيه جامع بين الناسوت واللاهوت فيبين الله بطلان ذلك في هذه الآية الكريمة العظيمة فيقول الله عز وجل إن مثل عيسى ابن مريم عند الله أي في الخلقة كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالله سبحانه وتعالى خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته فخلق هذا الإنسان وأظهر أربع صور لهذه الخلقة فخلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم وخلق حوى من أب بدون أم فخلقت كما قال الله عز وجل وخلق منها زوجها فخلقت من ظلع آدم وخلق عيسى عليه السلام من أم بدون أب وخلق بقية البشر من أبوين من أبوين فإذا هذه الخلقة التي خلقها الله طيب في هذا الأمر أين موطن الرد فيقول الله عز وجل إن الله عز وجل خلق آدم من غير أب ومن غير أم ومن تراب ليس من يعني في أحشاء أم ومن لحم ودم وإنما خلقه من تراب وأي الصورتين أعجب من خلق من دون أب ولا أم ومن تراب أو من خلق من أم بدون أب فأيهما أكثر في الغرابة لا شك أن خلق آدم أعجب فإذا كان آدم خلق بهذه الخلقة العجيبة ومع ذلك لم تقولوا أنه ابن الله ولم تقولوا هو الله مع أن خلقته أعجب إذن أليس هذا يدل على بطنان قولكم أن الله عز وجل أخبر أن عيسى عليه السلام كلمة ألقاها إلى مريم فالعجب في هذه الخلقة هي أقل من خلقة آدم فإن الناس يدركون أن الجنين يتربى في رحم أمه وهذا أمر إذن هو يدل على أنه أمر طبعي وأمر يسير عليه هذا التناسل بهذه الطريقة أما خلقة آدم فهي لم ت ليست هي الطريقة في التناسل فلذلك العجب فيها أكبر وأكثر ومع ذلك ما قال أحد أن آدم هو الله ولا أحد قال بأن آدم هو ابن الله إذن بمعنى أن قولكم والدعاء وإذن الأمر في حق عيسى من باب أولاء لا يقال عنه ذلك ثم أيضا خلقة حواء من ظلع رجل ليست في جوف وبطن امرأة إذن أيضا هي أعجب من خلقة عيسى عليه السلام ومع ذلك ما قال أحد أنها بنت الله فلما كان فالله عز وجل يذكر هنا بخلقة آدم وأن الله خلقه من تراب من غير أبوين وأنكم لم تقولوا ولم يقل غيركم أن آدم هو ابن الله ولا هو الله فمن باب أولى أن ما ذكرتموه لا تقوم به حجة لا تقوم به حجة فلذلك يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب كمثل آدم بمعنى أنه خلق من خلق الله وظهرت فيه آية لقدرة الله جل جلاله هي في آدم أكمل وأعلى وأعجب حيث خلقه من غير أبوي وهي أيضا آية في عيسى عليه السلام حيث خلقه من أم بدون أب خلقه من أم بدون أب بدون أب إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وهنا في ثلاث آيات يذكر الله عز وجل ذلك فيما تعلق بخلقة عيسى عليه السلام فسبق معنا في سورة آل عمران في مريم عليه السلام عندما جاءها الملك قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وفي سورة مريم أيضا قول الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وهنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإذن فكأن الأمر يقال لوفد نصارى نجران لإنجاز إدعاء البنوة في عيسى أنه ابن الله بكونه بكونه مخلوقا من غير أبن فجواز ذلك في آدم بطريق أولى أن نقول أنه ابن الله لأنه بدون أبن ولا أم وأنه معلوم بالاتفاق أن ذلك باطل لأنه لم يقول أحد أن آدم هو ابن الله فإذن الدعوة في عيسى تكون أشد بطلان فإذا كانت باطلة في حق آدم والخلقة أعجب ففي حق عيسى تكون أيضا من باب أولى أن هذه الدعوة باطلة أنه ابن الله أنه كون خلقه الله من غير أب أو ولد من غير أب أن ذلك يعني أنه ابن الله أنه ابن الله ثم يقول الله عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين هذه الكلمة العظيمة الحق والله هو الحق وكما حقيقة يعني أذكر بصورة متكررة أن قضية الحق وأن طلب الحق غاية عظيمة للإنسان أن يصل إليها وأن المؤمن حين آمن بكتاب ربه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تأصل في أعماق قلبه وعقله وفكره ولبه ونفسه أن مصدر الحق هو الله جل جلاله الحق المبين أن هذا مصدر الحق وأن الحق لا يقول إلا الحق وأن الحق يأتينا من عند الحق جل جلال وأنه ليس بعد الحق إلا الظلال وأنه ليس بعد الحق إلا الظلال وأن الإنسان في سعيه يطلب المنفع والمنفع ليصل إلى اللذة واللذات التي يريد الإنسان إشباعها ثلاثة أولها اللذة العقلية العلمية والثانية اللذة الحسية والثالثة اللذة التخيلية فهذه ثلاث لذات يسعى الإنسان لإشباعها ونجد في الوحي إشباع لهذه اللذات كلها وأعظم هذه اللذات اللذة العقلية العلمية وإن قادت الإنسان هذه اللذة قادت وقية اللذات فهذا هو الإنسان وأما إن قادته اللذة الحسية فيكون الإنسان أقرب للبهائم والعجماوات وأما إن قادته اللذة التخيلية فهو أقرب للجنون واضح فلذلك اللذة العلمية العقلية هي التي ينبغي أن تقود الإنسان وأن يجد الإنسان أن أعلى اللذات التي يستشعر بها هي لذة تصوله إلى الحقيقة وإلى الحق وأنه لا يعدل هذه اللذة شيء من بقية اللذات وإن كانت تلك مطلوبة بتوازن وبطريق أيضا محدد ومعلوم لكن اللذة العلمية فلذلك المؤمن يشبع هذه اللذة من أين من وحي السماء هذا الوحي الحق وهذا الصدق وهذا المصدر للحقيقة فلذلك هذا شأن المؤمن فعنده لتلقي الحقائق وحدة مصدر التلقي وحي الله كتابا وسنة وكل ما عداهما لا يرتقي إلى الحقيقة حتى يقاس على مصدر الحقيقة وعلى قدر ما يجد من الموافقة في هذا الوحي يعطى من هذا الوصف وعلى قدر المفارق يبتعد عن وصف الحق والحقيقة فالله هو الحق جل جلاله فلذلك نجد في هذه السورة العظيمة تكرر هذا الأمر ونحن سنجده بعد آية يأتي قول الله إن هذا لهو القصص الحق وكما وجدنا ذلك أيضا في أول السورة نزل عليك الكتاب بالحق إذن قضية الحق شأنها عظيم وأن الإنسان عندما يكون ميزانه في إشباع ملذاته الوصول إلى الحق وأنه يبذل في هذا الطريق أغلى ما يملك وأنه لا يتوانى في أن يصل إلى الحق فإذن هذا هو الإنسان عندما يكون مطلوبه الحق واحد ثم الثانية وهي أن يعلم أن للحق والحقيقة مصدرا وذاك هو وحي السماء وذاك هو وحي السماء فإذن هو مصدر الحقيقة التي يحتاجها الإنسان لإنجاز مهمة الحياة وغاية الوجود والحقائق المتعلقة برسالته في الدنيا فإنه سيجد ذلك في وحي في وحي السماء فيقول الله عز وجل الحق من ربك الحق من ربك فيخبر الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه النعمة العظيمة وهي أن يعلمه الحق وأن يعطيه ذلك فإنه ينبغي أمام هذه النعمة الشكر وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته التي صدقت بهذا الحق بهذا الكتاب وصدقت بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيكون منها هذا الموقف وهو القبول والخضوع والإذعان والتلقي بهذه الثقة والطمأنينة وأن يزال الشك والوهم والظن واللبس فلا يكون له وجود أمام الحقيقة التي تأتي من وحي السماء أن يزول ذاك الباطل كله وأن يستقر اليقين والطمأنينة والقبول الحق من ربك من ربك فإنها فيها تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الإضافة وفيها أيضا معنى المنة والعطاء والنعمة لأنها من عند الرب المربي لهذا الإنسان ورب هذا الإنسان وخالق هذا الإنسان ورازق هذا الإنسان والمحسن إلى هذا الإنسان والرحيم والرؤوف بهذا الإنسان والعليم بهذا الإنسان هذا الرب العظيم فالحق من عنده الحق من ربك فإذا قوله من ربك أيضا عندما نجمع بين الحق ومن ربك فالحق شأنه عظيم وكونه من الرب شأن أعظم فلذلك بمعنى أن هذا النوع من الحق هو الحق وهو أعلى رتب الحق أعلى رتب في الحقانية أن يكون الأمر جاء من عند الله فهو حق من الرب جل جلاله فإذن هذه أعلى رتب الصدق ومن ثم إذا أدركنا أن هذا الحق بهذا الوصف وأن كونه حق والألف واللام للاستغرار ومن ربك من هذا المصدر الأوحد من ربك الحق من ربك إذن معنى ذلك أن ما خالفه باطل باطل لا يمكن أن يكون فيه شيء من الحق ليس بعد الحق إلا الظلال ليس بعد هذا الحق إلا الظلال راضح فلذلك فقوله جل جلاله الحق من ربك إذن أعطانا هذه الإفادة أعطانا من معاني الربوبية وما تتضمنه من العطاء والكرم والجود والإحسان والرحمة والإضافة ربك فادت ذاك المعنى في التشريف والمكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الجمع بين الحق ومن ربك أعطت تلك الإفادة أن هذا الأمر متضمن لأعلى رتب الصدق والحقانية والتي تجعل ما يضاده هو الباطل الذي لا مرية فيه ولا يمكن أن يكون فيه الحق أبدا لأنه قابل أعلى رتبة في الصدق والحقانية الحق من ربك والحق هو الشيء الثابت الذي لا شك فيه الحق الثابت الذي لا شك فيه طيب هذا الحق الذي من ربك ما هو هو تلك الحقائق التي أخبر الله عز وجل بها عن عيسى عليه السلام وأمه تلك الحقائق هي الحق من ربك إذن بعد ذلك لا تنظر إلى من خالف ذلك وليمتلئ قلبك طمأنينة ورضا وثقة وعندما تتكلم بتلك الأمور تتكلم أن الأمر كان كما ذكر الله كما ذكر الله لأن الله هو الحق وهو مصدر الحق ولا يقول إلا الحق فلذلك يكون هذا الإنسان يتعامل مع تلك الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها بهذا التعامل فإذن هذا هو الحق في شأن عيسى عليه السلام هذا هو الحق الذي لا محيد عنه لا محيد عنه ولا صحيح سواه ومن ثم هنا نقول ماذا بعد الحق إلا الظلال كما قال الله عز وجل ماذا بعد الحق إلا الظلال ثم يقول الله عز وجل مخاطب الرسول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكن من الممترين الممترين الشاكين الذين في قلوبهم شك والذين في قلوبهم ريب والذين عندما تعرض عليهم الحجج يضطربون ويظهر أن تلك الأمور ليست مستقرة في ذواتهم وفي نفوسهم وكلما كان بيان الحق الأبلج لهم كلما ظهر ذاك الأمر في أعماق نفوسهم فالله سبحانه وتعالى يقول فلا تكن من الممترين وهنا هذا النهي والذي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس إيمانا وأثبتوا الناس وأثبتوا الناس بما أنزل رب الناس فقلبه مملوء يقينا بصدق خبر السماء عليه الصلاة والسلام وهو أعلى الناس إيمانا وتصديقا لكتاب الله عز وجل وهنا في قوله جل جلاله ونهيه فلا تكن من الممترين فمن المفسرين من قال أن المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته المقصود أمته فتخاطب في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تكن من الشاكين أمام تلك الحقائق وما تسمع وما سمع الصحابة من نصارى نجران وما تسمع هذه الأمة فلا ينبغي أن يكون من الممترين من الشاكين فلا تكن من الممترين ومن العلماء من قال هو أيضا زيادة توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمتلئ قلبه ثقة وطمأنينة فالمراد في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكن من الممترين إذن نقول أهم ما ينبغي أن ندركه أن الأمة هي مخاطبة بذلك في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تقف مع تلك الحقائق الربانية التي ذكرها الله عز وجل في حق عيسى عليه السلام فتؤمن بها وتجزم بأن هذا هو الحق وأن الأمر كان على ما أخبر به رب العزة والجلال ثم في ظل هذا كله إذن هذا هو خطاب المؤمن كما كان هو خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لمن تعلق بذاك الباطل وبتلك الشبهات ولمن اعتقد تلك المعتقدات أن يكون شأن المؤمن هو أن يسمعه كلام الله ولذلك كما سيأتي أن هذا التكليف سنجده أيضا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا شأنه وهو أن يسمع الناس هذا الحق الذي هو آيات من كتاب الله عز وجل ثم بعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنصارى نجران هل قبلوا؟ هل استمعوا؟ هل تحركت قلوبهم؟ لقد أثر ذلك في قوة القناعات في نفوسهم لكن كما قلنا أن تلك النفوس تعلقت بالدنيا وخافت أن استجابتها لذلك سيحرمها تلك العطايا التي كانت تأتيها من قيصر الروم تلك الأموال التي كانت تأتيها من قيصر الروم وأنه لو آمنوا وآمنوا وأسلموا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يخشوا أن يحرموا ذلك الأمر فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عدم استجابتهم وعدم قبولهم وعدم إسلامهم وإيمانهم هنا جاء هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليهم وهذا ما يأتينا إن شاء الله في درسنا القادم بمشيئة الله نسأل الله التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر